اشتركوا في القناة في الكورس الادفانس للربط المعماري من البداية للاحتراف نتناول من خلاله الماس والفاميلي والاوامر المتقدمة في كيفية عمل مشروع كامل اكسي تيريور وانتيريور وجاري استكمال نمزجة لكل عناصر المشروع من فارش وفاميلي وماسينج واضاءة وخلافه تستطيع بعد انهاء هذا الكورس نمزجة اي عنصر باي شكل تريده ولو ده اول فيديو ليك وما تبعتش الكورس من البداية فيفضل تبدأ من الاول عشان تفصل على الافادة الكاملة بتسلسل العمل على البرنامج فراجع وصف الفيديو هتلاقي لينك الكورس من البداية هنبدأ الدرس الماسينج شو ماس إن بليس ماس هسميه أمبرلا اضغط اوكي نعم هسميه اسم تاني اوكي اختار النقطة دي واسحب لفوق اعمل منه افست اه على بعد خمسة متر اضغط على اللين ده اعمل افست اربعة متر تمام اصحبه اللي اعلى اعمله دليت اعمل افست تاني او ارسم خط تاني اعمل افست منه على بعد اربعة متر اعتكد ان انا اخترت الخط ده ارسم لين تاني في الاتجاه الاخر اختار النقطة دي واسحب لاعلى اعيد تاني الخطوة مترسامش ارسم الخط الوفق هنا اضغط على النقطة دي ارسم اجيب العمر من تاني اتأكد انها مختار بالين ارسم لين من النقطة دي تجاه افقي بضغط على شفت علشان يديني خط افقي مستقيم اعمل افست منه اعمل افست برضو او اكتب اربعة متر اضغط على الخط ده عشان اعمل من افست اعمل افست ارسم لين مايل هنا من النقطة دي للنقطة دي احطار النقطة دي ارجع تاني للامر اضغط على الخط اضغط على الخط وأصحب من النقطة دي على زواء 45 اخرج من الامر كل ده ارسم بلين اخطار بلين وهرسم خط ثاني ارسم واحد هنا من النقطة دي واسحب خط افوكي وهرسم واحد رأسي من السنتر هنا لاعلى دلوقتي هنعرف لي كل الخطوط دي بنرسمها خطوط دي ما تظهرش معي في الموديل كلها خطوط استرشادية اختار ده وابتح بروبرتز واسميه هتديله رقم مثلا واحد هسمي كل البلين اللي انا رسمتها اختار التاني واتديله نيم اسميه اتنين او اي اسم انت تفضله اختار التالت هاسميه ثلاثة اختار المال اختار التالت هاسميه ثلاثة 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 اختار التالت هاسميه ثلاث أسمي الخط الأفك والرأس الأخرى التي رسمتها أختار هذا وأسميه A A capital أختار الثاني وأضع اسم B capital apply إنتهيت من الخطوة الأولى أضغط على SET أختار رقم واحد الذي رسمته لكي أرسم الشكل الذي أريده أختار أختار وأبدأ أرسم الأول أعمل preference أو أعمل plane استرشادي أختار select أختار الخط أعمله plane وأسحبه modify لكي أعدل عليه أصحب الأعلى البعيد أصحبه الخارج الشكل حيث يكونه واضح بالنسبة لي قدر أرجع له أرسم ARC بالموديل أو بالرفرنس مش هتفرق أضغط على النقطة دي واختار واختار نقطة تحت مع الهندرل تمام أختار select واختار واختار رقم رقم 2 وعلم على الشكل الذي رسمته في رقم 1 أكرر نفس الخطوة رقم وأعلم هذا بحيث يقرره لي في نفس البلين الذي أعمل عليه أختار 4 أراه 3 لأنه 45 لازم أتأكد أنه أرسم الخط مع الشكل الذي أريد أرسمه أختار رقم 4 تقريبا أقوم بإمكانه أقوم بإمكانه أقوم بإمكانه أقوم بإمكانه ممتاز ممتاز يظهر الخط المائل كده ممتاز أرسم الشكل أختار الأرق وأبدأ أرسم هنا أختار النقطة مع الرقم وأرسم المدين سأخد نفس الكيرب بتاع البلين الأول والثاني والثالث ممتاز يخرج من الامر أقوم بإمكانك المدين أقوم بإمكانك أقوم بإمكانك أختار رقم 5 ممتاز أقوم بإمكانك مدين أقوم بإمكانك هنعمل عشان هادر اشوفه خطوط الزرعة ديت. ابدأ ارسم خلالها. من خلالها اختار نقطة تحت مع وحاول اجيب نفس الكيرب بالزبط. كده تمام مزبوط. اختار الاخير رقم ستة. واعمل واعمل نسخة منه على بلين رقم ستة. اشوفه في السري دي. اتأكد ان الشكل مزبوط. الخطوط ماشي مع بعضها. ممتاز. الخطوط متنسكة مع بعضها. اختار الكيربات اللي انا رسمتها. الاول اختار الخط ده. اختار الخط ده. والتاني. والتالت. والرابع. والخامس. والسادس. واضغط على create form. solid form. ارسم لي السيرفيس. ما بينهم. ممتاز. دي الخطوة الاولى اللي انتهت منها. عشان ارسم الشكل اللي انا عايزه باستخدام البلين. اعمل ست. اختار رقم ا. اوكي. اوبين بيو. اعمل شو عشان اشوفه. وير. ابدأ هرسم هنا كير. ده هعمله بويت. عشان افرق في السيرفيس اللي انا رسمته الاول. من هنا الهنا. وهرسم كير. الاولى. تمام كده. وارجع ارسم لاين. استخدام الموديل. اصحب للنقطة التانية. ممتاز. مضيفة يخرج من الامر. واختار الشكل اللي انا رسمته. اعمل كيريات فورم. بس المرة دي هختار فورم. شوفه في السيري دي. تمام. هزبط الشكل. دلوقات هو ما اعطاعش الشكل ومفيش مشكلة. هنتعلم ازاي انا بننفذ الامر ونقطعه. اعلم الفيس. اختار الفيس ده. اعمل ادت بروفيل الاول. عشان اعدل الشكل. اختار البيو ده. الباك. واسحب لتحت. او اعمل سكيل لي. احاول اصغره شوية. اختار الكيرب ده. اعمل له ديليت. وارسمه من تاني. مفيش مشكلة. من النقطة دي للنقطة دي. احاول اقلل الكيرب شوية. ممتاز. واعمل تريم. للخط الافقي. المستقيم مع الكيرب. دامعة ده. كذلك. الناحية التانية. الكيرب. اختار الكيرب مع اللين. ممتاز. اعمل اوك. عشان يطعلي في السيرفيس اللي انا رسمته. سوف افتح Ground Floor. احاول اسحب بالموغ خارج السيرفيس. عشان اتقاطع معاه من الخارج ويقطع في الشكل هشوف السري دي على اي قطع لي في السيرفز بتاعي تمام افطار اعمل قد ده مع ده ممتاز اطاع لي في الشكل وده اللي انا عايزه اقرر نفس الخطوة ناحية المدخل التاني افتح اعمل واختار رقم بي اوكي ابن بيو ابدأ ارسم الكيرفي بتاعي اللي عايزه اتقاطع مع الشكل اختار الار اختار النقطة دي والنقطة دي واسحب الاعلى وارسم الكيرفي بتاعي ارسم ملاين من النقطة دي اتاكد ان انا لمست النقطة اتقاطع مع النقطة التانية حيث محصل لاش مشكلة والشكل يبقى متكامل اعرف اعمل اختار الشكل وعمل له create form void form ممتاز اضغط ground floor اضغط ground floor وابدأ احرك الشكل حيث اتقاطع مع service من الخارج ممتاز اشوفه في عملي اقطع في الشكل بتاعي اختار service ممتاز اختاره باستخدام التب اضغط على tab معذرة واختار اختار service او ال line ده اضغط tab لحد ما اختار اجيب الاول الوجه اعيز اضبط ال line ده مع ال handrail اضغط tab لحد ما اختار ال line فقط اضغط اعمل x-ray دلوقتي اسحب منه النقط وعدل في الشكل هرجع تانى للامر مفيش مشكلة هاختاره لازم اختار line علشان اضغط اعمله x-ray دلوقتي لا اختار اضغط tab لحد ما اختاره tab لحد ما اختار ال line لازم اختار ال line لازم اختار ال line اضغط tab لحد ما اختاره اختارها اضغط tab واختارها اضغط tab لحد ما اختارها واسحبها واسحبها لتحت اضغط الاسهم الاتجاهات اضغط اصحب لتحت حد مضبوطة مع ال line اللي انا ممتاز اضغط الوجهة التانية حيث هتأكد ان حدوده مضبوطة مع ال line مع ال line بتاع اصحب لتحت ممتاز ممتاز اتأكد برضو النقطة التانية مضبوطة او لا اختار النقطة اصحب لتحت ده باستخدام X-ray اللي بيمكننا اعدل من من اصحب اصحب النقطة اضغط tab لحد ما اختارها هي بالتحديد واسحب لتحت وتأكد ان هي على استقامة مع النقطة التانية اسحب لتحت ممتاز هشوفها في 3D اضغط هنا تمام شكل كده مضبوط اقدر اكمل الشغلة عليه اختار اختار service بالضغط على tab اعمل divide service ممتاز سينفز الامر ممتاز ممتاز اختار الشبكة اللي بتمت ممتاز اضغط ممتاز 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 اختار ممتاز 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 انفز الامر فهم اختار ممتاز اختار واختار الوال اللي انا رسمتها على الماس اللي انا رسمتها اضغط موضيفي واختار الوال وافتح بروبيرتز اعمل ادت طيب اعمل دوبليكات اسميها فابريك دي انا عايز اعملها حاجة زي القماش دوبليكات دوبليكات اسميها فابريك واحد اعمل ادت اخلي السيكنس بتاعها 2 سنتي اعمل 5 ميلي اضغط هنا اختار الماتيريال حاجة قماش من اللي موجودة عندي في الديفولت بتاع البرنامج اكتب مثلا فابريك في السيرش احاول اشوف هنا اشوف علينا فابريك اختار الانواع اللي انا عايزها والشكل اللي انا عايزه احاول اختار حاجة شبه الجلد الليزر هذا اختاره حيث تماشة مع اللون الخشب اللي انا مستخدمه اوكي 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 في الجزء الخارجي للمطعم اللي انا شغال عليه في المشروع باستخدام الماس وعن طريق ان انا اختاره رسام خمسة ملي كثمك للجلد تجليد المزلة الخارجية ودتها الماتيريال وممكن اغير لون الماتيريال بتاعه او اي ديزاين عندك على الجهاز بتاعك ممكن تغير شكل الالوان والماتيريال انا فقط وضحت طريق ازاي تقدر تستخدم امكانيات واوامر البرنامج باستخدام الماس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته